موسيقى السلام عليكم من فرشة قصة جديدة قصة كاميرا قبل ما نبدأ معكم القصة أريدكم أن تشاركوا في القناة القصة الواقعية اللي سوف نجد رابطها في أول ثاني وحسب صندوق الوصف اللي هي هذه وكانت منكم إذا عشبتكم القصة أنكم تضروا لايك لا تنسوا لايك إذا كنت تدخلوا القناة أول إذا كنت تدخلوا لها ما زال ما تشاركوا شاركوا فيها هذا هو الوقت عليكم حاولوا إصبحتكم القصة إذا اقترسوا شكرا لكم على الموسيقى كانت قلصة في البالكو دارهم لكينا في حي شعبي كنت ترى أن وليدها صغار يلعبون كنت ترى القاوي الإقراب الناس البساطة اللي هي واحدة منهم ما لديه من غير أخ واحد ويشبتكم في هذه الحلقة كنت ترى القاوي ويشبتكم في البالكو ويشبتكم في حياته ويشبتكم في حياته ويشبتكم في حياته لا يسرق أخوه كنت لانتعرف ايها تقول انها مقادنة حتى يومها كفمها انزعاج فيها وتشوفها وخرجتها على برها ايه بتنزوج ونسح من هات شي كامل بقا يضحك اعلم بعد ما اسمع لا حبيبة لا سنجدك تنزوجي غير تنزوج انا اللي كبر منك و اللي اكون يوكني ويصب ليحوي ويفيقني اف يعني انت اياه بعدها وجد لي اشياء من زواج ديالي والو عندك شريع باش تزوجني والو كل حاجة تجيلك الاو كتصرف على الميزاج ديالك كل شي كتخسره ما كتخليتها ريال بحل لانا ما شيختك ومعنديش حق عليك استغرب محمول لها الحديد دياله اللي غالبا ماكتدرش في الموضوع ولا الزواج لكي شوف فيها مستغرب يومنا شد الكلم هذا فضل واقتداب الضب لانتك تشوفي وانو خلينا لانا غامشي نوجد الماكلة خرج محمود هالبره حتى ويرجع وعود نطق كول انسي انا ما عندي شهية الماكلة قصت الباب وراها بعلف اخرج يا ربي رحمني من هات الحاتب يا ربي مشى محمود للشركة ديال اشرف المسيري فين خدام دخل هكا المكسب ديالي انه كانت طالبه وستش اشرف تحس امرك حيث اشرف ديالي الضبية ده القلم اللي كان في دعون المكسب قدامه وارجع بدهره اللور على الكرسي والحمد لله من شرفتينه ورسلمسك فيكسي بالبارح محمود في حلال هكا رسابك ورجع اسكت ونضى اشرف من البنسة هالو غادي متفجه جيسو سمع محمود يلا بقيت يخدم بالطريقة هذي والاحسن خليك في دارك بلا مزقت شي محمود تسخلع ديالي وقيتها بده يربطها كالكس بكل جيتية سمح لي يا أستاذ مغد يشتوقع مرة اخرى ارجع اشرف الكورتي ديالي ودهر جل فوق رجل وكي يشوف فيه تصميمة لعندك فن كينا محمود فنتار أستاذ اغدى الصباح تكون لديك قاز محمود رأسوا هكا بالإيجاب وهو شار ليهو أشرف بالسبب ديالي باشي يخرج خرج محمود هو كي يشال بالغطب بالداخل ديالي من ديالي المعاملة ديالي أستاذ أشرف ليه في حين ديالي الوقت اندخلات السوكاتات الخاصة اللي اسمتها سومية سدات الباب موراها كانت لابسة هلابيس لها مثيرة المعاري كثير من مغطي هي كتخدم أكبر شركة والعزياء ديالي هكا في البلاد وقفت حدا أشرف باش يشوف ديالك تصميمات الحادثة اللي جايب معها ولكن أشرف مكانش منتابه لتصميمات كان مهتابه للجسد ديالي كتار عندك تصميمات سومية بدلع أنثاوي أستاذ أشرف شنو رأيك فهات تصميمات هذه اجذبها أشرف من يديها حتاجة تقريب عليه مناسبة سومية أستاذ أشرف ماذا تفعل؟ أشرف أشرف ماذا تفعل؟ أجل ترجع شعر اللور أستاذ أغمزها أشرف بعيني لديك في الشقة يوم صافي سأتجب عليك سومية من عينيه الساد مجرد أن يكمل أشرف من الأخدامه لكي تفجع الشقة لكي يعرف بها واحد من غيره هوية خاصة بالميزاجه فقط وصل أشرف لذلك البغض وفعلاً مع فتح الباب يلقى سومية كتنه على الفراش يجب أن يكون تجلسها أحدها ماهو رأيك في اللطن الى تحت؟ سومية زوينة بساف اللطن الحمراء لحده الباب ها هي خرج صوارتها كما تجيبوا أعطاهم لها سومية ممصدقهش ممكنش وش هدي ديالتي ستقول لي ديالتي عنقاته فرحانة ويخليك ليها أستاذ وأنا تحت أمرك في أي حاجة سوف يجب أن يشوف نظرة الاحتقار يشوف الإنسان هذي قدامه كيفاش للبنت في الجمال دياله أنها تسبح لجسد دياله وشرفة وقابل فلوس فعلا فضل الله هذا بدل الإنسان رخيسة بساف حتى كان يلا حيت شميس دياله ورجعك يلبس عمر أخرى نوضع سومية نوضي نوضي سيري بحناسك بدتك تشوفي بصاربة شنها أستاذ مفهمتش أشرف مفهمتكش ما جاوبهاش خرج هكا وصار دخل بممورة حاس أفكاره تاربة وخرج مباشرة متوجه لفيلة دياله وصل أشرف لفيلة ودكسات لقم عمرت خو اللي هكا خرجت في هكا عن قصد وغادي مباشرة لغرفة دياله سافا أشرف بخير دك يشوف كيت الله يهبط سافا فرح كديرا بخير شاف ديك الهيئة ديالها دك الحويز اللي لابسة لابسة بحلة شو يميز هكا بينا فاضح ووثير ودئر عليها كوحد اللي بنور خفيف كيبين كل شي فرح انت راهنا في الدار ديالعائلة ما يمين فعش انك تخرجي هكا لابسة الشي في بيتك ماشي ماشي على برارة عيب قربت منه فرح هكا كل زخرية وقلة حياة أشرف انا بقيش قادر نستحبل اكثر من هكا انت عارفني كان بغيك انت وانت عارف هاتشي مزيان شانتها اشرف من شعرها وكي يجرد فيها وش وش ما كتفهميش وش رك مرات خوهي وش ما كتفهميش حيديني من راسك حيديني من دماغك حسن لك فرح حسن ما نخليك تدمي دفعها كامر قدام وحتى تزعتها للحياة فرح معجباش الحال كانت ضغط على يديها واخها اشرف هنشوفوش كل عين دم انا ولا انتا اشرف كانت حياته كلها مخر بقى مطار ما عارفش اين الطريقة يشده ولكن مؤخرا ولا كار هالحياة هذه اللي عيشها حياة العزوبية رغم انه داخل الى الاربعينات وبالرغم فلوس اللي عنده كتير وكثرة دياله الفاحش ولكن ما كنش ديك الفرحة في حياته هي صورة تينية مملة ما كيحش بدك سهاته سعدة بعيدة على بساف ما عارفش كيفاش غادي سعد لك الاحساس بالحياة اللي كان كيحسوش حال هذا اصبحنا واصبحان ولكرين جنهار جديد فقى اشرف من عز دياله وعلى التليفون كايصوني هجاب وي قالو شنو كين حامد أستشيري اشرف كينو حد العجز بزا كبير بزا في الخزنة فلوس بزا في ناقصين كتشفنا هاتشيريون اشرف عود ثاني يا محمود عود ثاني قطع عليها كاشرف التليفون ناقصين بحواجو كيحس بالطيق وبتوتر الثاني مرة كتوقع مباشرة مشال الدردية المحمود اللي وصفوا لي غيحة مكينك اللي يعرف الدردية رفين كينا طالت غيس وحاولي يقرب الهلال وصف لي ان الدردية تفحيي شعبي وما غديش يعرف يوصل تم مكينة وصف الوصف بقى يدق هكا في الباب بقى يدق واهل احتى فتحت لي يومنا فتحت لي الباب وهي طلع اليه الدم من الدقان هكا المتكرر بقى يدق حتى صدقها في راسا اش كاين؟ واش مكاتات فهمش؟ كتدق مالك بحالك بغيت هرست شيحات مالك شنو كاين؟ بقى يشوف هكيت الله يا بطفى ماذا كنت يا ؟ محمود كين ؟ دارت يومنا يدعها لوجهها اوف وشنو هات الشعاء والثاني شنو باغي شف فيها الشعاء كأشرف حاجبه مصار من الطريقة تياله تلا كمش كاتت تهززها كقدامه وداري يدعها لجنبها ندخل وسط الباب شدت يومنا وحد شطابة كانت حداها وش عارف لما خرجيش برا شنو غندي لك واللهي تنفرج فك الدرب كامل يلا خرج برا حسب خطاويك أشرف قشوك يشوف يحبت باللهي تشارد حتى فرقات شروط ومن حركة تكشتا بجهته يتخبر لازلسة تتكلم أن أخبرك لو حديك الزبال في يدك يحسب الكراسكك تتبع بنته تتكلم على الدم ويتجاوب بلسطالي ومتلك يحسب الكراس كراسك لم تكن تضع قرر من أشرف أن يحسب الجنن يلعبون في غريبه حتى تتركها تتركتها تسقطت على قصر حاول شركتها في هاتف حاطب الجزر يقوم بتلقي جميعها وقال انه تقصت عفوضيها ما سأرى؟ لست هناك رجل ولله تسقطت على قصر وحاولت في الاسم يدي انت يقليل ادم المربش لا تحتاج لك بعد أن اصرف لا تحتاج لأخوك لا يتعلم قل لي أشرف أستاذ أشرف جال عندك بغيك بلا ما يحاول يتحرم لأنه سنجيبه سنجيبه سلامة القطيطة يومنا كثير حقيا للاخر مش هاها محمود يلقائي للشركة بلا ما يعرف أنه أشرف مش ها عندك يقلب عليه في الطار هو معارش بأنه تكسر قد يالفلوس نكاشفات تخلي المكتب ديال الأشرف تصميمات سواجده أستاذ أشرف أشرف نظراتي على الغضب بزيان أنك تسمع بعدها هذا الكلام ولكن ليس كنت تظن أنه يعمل و يسرقه كيف يكون عقباتي علىه و يجعله بالعقاب محمود صدمني كيف يحسنني بالنغي عقبي بهذه السهولة و بهذه السرعة خذ نفسه أميق تسمى أشرف صغرية و يشوفه لديك حل من الزوج يجب أن ترجع الفلوس و لا يجب أن نرى وجهك هنا ولو أن هذا الشيء صعيب عليك صعيب عليك أن أعطي شراب و تعطي أنه يجعل خدمة دياله خدمة بحال هذه هي إما محمود بلاحفة إما شنوع أستاذ قرر منه أشرف دار يدع لكسافه إما تعطيني ذلك الغزالة اللي عندك في الطار أعطاها أشرف زوجت يالحولون و إن كان الحل الأول مرفوض محمود بلاحفة والحل الثاني دار الشريف يدع لكسافه و تعطيني البدلينتك حالة من الدهول أو فعل محمود؟ ما كنت يقصد؟ ما عنده حل من غير أنه يعطيه خسوم يومنا؟ ما كنت تقصد؟ قلص أشرف على الكرسي أختيك كيف يمكن أنه يسامه هكذا بهذه الطريقة؟ خسوي الله عنده 18 حام وهو رجل في الأربعين ناس كيف يمكن أن يزوج رجل في السنة و بنت صغيرة بحالة هو في المقام الأبد بحالة ممكن أنه يولدها أو لا يكون بقاها نتبقى أشرف المحمود كيف يشوف فيه كيف يفكر فهم ذلك تفكير دياله؟ ستنطق بنبرة ساخرة و انا قلت للي عندي و انا عارفك أنك مغاد يش ترفض مكيشي واحد غاد يختار النفسه نجاحيهم محمود كمل بلمرة هادئة و أخيه أصد أشرف ولكن اختيرها صغيرة صغيرة عليك بثاف هي بالنسبة لك رغبة صغيرة طفلة بدك يشوف فيها تغزز على سنانه بطيق و قال هاتشي اللي باغي هنا أنا غادين تزوجها و غادين اعتقق فقدك شي اللي خديتيه بالطعف سوف يشوف يا محمود حلا غراهب ذاك العرض وهو عنده الفلوس حاجة مهمة فوق ما يتصور اي واحد و حسد صغير سفكر محمود تيكساس مباشرة و انا صغيرة بساف و انا كي بلغ العرض اللي قمتهم انا شغادي يرفضوا و غاي قمتهم لها حياة الكريمة على طبق من دهب و ربما يعوضها على ذاك الفقر اللي عاشوا و ربما يعاملها مزيان هذه فرصة دهبهمية بالنسبة لي و بالنسبة لي حساية و لا يوجد وقت للتفكير سوف أعرض على الموضوع لديكم يومين يومين بالكثير بعد هذا الشيء ما سوف نفعله و بالفعل خرج محمود مباشرة للترتيالهم طرق كل الهواء يفكر افكار كدي و افكار يجيب كيف يتحب هذه الخدمة التي تجلبها الفلوس كيف يتحب هذه المستوى المعيشة ما سوف نفعلها كيف سوف نتحب بالخدمة أخذ المخورة و ماذا سوف ينسل و نقدرها عرض و يطلقي ما سوف نفعله و أرجع مرتبك كيف سوف نفعله كيف سوف نتحب هذه العرض و كيف سوف نتحب وما ستغير رأيها او لا إذا عرفت أن أخوها في ورطة وما ستوقف معها او لا دخلت كي عيط عليها خرجت كانت في المطبخ جاءت قلتها تحدى ماذا هذا المرة خسار الناس اللي كانت تصاحب معه وماذا كانت تصاحب مع الذي كان محمود وعدم فهم ماذا كانت تقصدين ذلك الراجل اللي ما عندوله ضوق لدمه محمود صدم ماذا أستاذ شريف؟ ماذا أستاذ شريف؟ 6 سنة يومنا خلت نفسها عمي كانت تستجمع القوى ديالا حتى فاقت من شورن ديالا وقالوا غيرت شوية ماذا يعرف راجل ديور ديال الناس ماذا جاي للزريبة؟ دار محمود يدع لراسه اووووووووووووووووووووووووووه مورك للغبية هناك principle ما هذا؟ ليس ليس لذلك ان يقوم بمعامل بعد البعض محمود اذكر ما أنت؟ محمود اذا كانت الحركة تدخل من تخليف حياتي ونتقلت بلا موما ومعثي ونفسهم موزير اذكرها هذا سيد لا يوجد الشركة وليه العيرته طالب انه يتزوج بك بغيد يتزوجك شنو رأيك ما عرفتش انا شنو قل لها بغاية ما في السعباتش كتحاول انها تفهم راتهاك وقفات كتحس من الغضب مسيطرة لها شنية 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 كي حلم واش ما قلتيلوش اني مخطوبة محمودوشي تيها كان ضمني انك تخضر يتعيشي مع هادك شنو بجوش كل ما رغة تموتو بجوالة زوجوش شنو كي يدير في حياة وادك انا نخايف عليك يومنا بغضب مستحيل لا 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 مستحيل تزوج انا بهذاك الانسان لا انا غنزوج رزق هو اللي كان بغي لا ما نقدرش نبعد علي وان بعد انت بشي خايف عني لا تبينة عندك شي مصلحة من هذا الزواج هذا ما يمكنش لا لا داك شعليش بغي تزوجني لواحد كبيرا لياياياك علاقة بالفلوس علاقة بالمصلحتك ديك ساعات مباشرة واحدة محمود وحطر شنو تولاتيات الابعاد انا رخوك الكبير ابن عدم كلامي هو اللي غدي يمشي كلامي هو اللي غدي يدار كنت سمعي يومنا وانا ما غديش نزوج بها نحمود ما غنزوج به خلاتهم مش هتعكب بصورة على غرفة ديها لو دمها كيسيلي من عينها لا لا ما غديش نزوج به الله يخد فيك الحق لا لا ما نقدرش ولا لا ما تقدرش نزوجني اصلا بالغاز ما يقدرش الى دارة وحسن قتله سمعات يومنا صوت ديالبا بك يتصد عرفاته بإلا أنا خرج لا تسكتشوفه فعلا خرج مش هتبس بصورة كنت لبس حويشة بغتت مشي للشركة اللي خنطن بها أشرف وشوف أشنو كاين تحل هتب المنامة هتب بصورة ديك الساعات معي غدا خارجة حتى قطلقها ريس قطلقها وكي عيات لها منتبهش لي اركبتها كف اول طاكسي وقفعته وقفها في بلصة بعيدة على الشركة خدت ديك المسافة كل على رجلها غادة كنتمش لابسة عباية سوداء تبقى العدس وتساقلت المنطقة لكي سعيش فيها في الغالب كي يلبسو جلابا هكا والعباية وهي كانت لابسة ديك العباية السوداء وصلت للشركة وقفها الآن من عامل الدخول طبعا الحال من لبس ديالة كاسبان إنسانة بسيطة أشدخل هالشركة بحال هذي كي يشوفوا في داك البس ديالة وما ما دخلش وما راسم أنه غديد دخل بحال هذي يدخل حسن قلت أستاذ أشرف الأمن ممنوع كان قل لك أستاذ أشرف قلوا أني أستاذ أشرف تصل لك من السوكريتر لأشرف قبراته باللوحة المنز سترى وسميتها يومنا أشرف سميتها قال لهم يجب أن يطلع وبالفعل قلعت لها للمكتب وطلعت يومنا مباشرة للمكتب كان لك الساعة لها هافية تخرج من عينها الشرار كانت تحسن بالغضب كيف أشد الإنسان اللي عاد جاقب إلات دارهم سعب المعابدك البوروط وديك الطريقة اللي محمل إسهاج وجهدها ما كيطلب يدعم لخوها شنو كيحرف عليها شنو باغي منها ما غير تخليها الراسة تخلاتها كاك متحدي كتشوف فيها حتى أهلا شافها كوي أهلا للعروسة دينا حسن بالغضب عامية من كل جهة كتشوف عينها يدخوا بالغضب خارجين منهم الشرار ودنها كاي صوت واش انت ما تفهمش واش ما عندك الدم واش ما عندك الإنسانية كيف تقبل تزوج واحد ما باغيك ش ما كتش عارف ش سيدي ما يبتعد الفكرة هذه من رازك ولكن ما سنقول لك انت إنسان مريض مراهق هذا كيشوف فيها كي هكي يزير على الصنان وكي يسمع فيها كيف كتش تحير حسنا هذا عنده بورود هذا يدو وزيد على شعر دفعت لي هك بسرعة حقير شد لها مشاعر ل خلي تنطق ذيك الكلمة واش ما تشوف بلا رك جرأ تفق لي قياس ولكن تير ك مع شركة مع الشخص الغال لا تستطيع معي بطريقة وإلا ستنطمي شف عينه وقرر من وجه اللي بقاش كتوصل بناس ومسافة بعيدة وانتخلاف ودنيا يلا حبيبا سير باش تنحسي باش تفقي بخير غدا ان شاء الله حين تغدا يكون عندك نهار طويل تتك تشوف فيه يومنا كتحلم كتحلم والله ما ستتحق ذلك لفراسك ستتحق لفراسك لا لن تتجبر ني على أني نزوج بك وذلك يضحك وشخوك ما قال لك سارق لي ملايين قال لك ملايين ملايين تححني ونحن ما قيمة حسب تشمع وذلك اللي مخلني ما زل كنت سنة والمشكل انه هذا ما ستدوز لي مبقى بها يومنا كيف ستسرق هذا الفلوس جاه ستدوخ حساس بالأرض تكذر بها كيف ستقدر يدير هك كيف ستقدر يدير في موقف حال هذا يلا ستماس خارج ويوقف بغي تكون مقعد تقدم جيد بدل هاله لابس حساس بدل ما ينزل ولكن ستنفس مرد الناس يقوم و باش ما يضع ف رجعت و أخذ الطاكسي و رجعت سعود الحي في نساكنة رزق قال ستقدر في الاعتباة للطار لا ستقدر و ستقدر يومنا في كثير و أعطي لك قبل لما لم ستقدر رزق ستقدر ستزوج رزق بعد أفهم كيف ستزوج يعني ستزوج كيف ما ستزوج خاصني إما ستزوج إما ستزوج رزق بعصمية لم تتزوج معي كنت تحكي بارك مدى كنت تتحكي لك كيف و أنا و دعو الدموح كيف يتح من عين يومنا من أم زوج حابس و مطرخ كامل و لا رزق آخر هذا الرجل قوي لبس عليه ستزوج و أخو ستزوج إما يعطي لفلوز أو ستزوج الحبس ستزوج كافية يومنا أنا وراج لك أنا لغ نزوج بك بعد يومنا يد و خلت و دخل مباشرة مباشرة خلت و دموح و لا 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 في حياة أنا أخير بعيد دخل محمود لطار محصب ولكن لم يرى هذه الحالة قد تزوج لديك سعفة حضنة سمحيني يا حبي بديان أنا أنا عارفة أن هذا شيء صعيب ولكن يمكنك التواجه كيف الحظن يلا نحسي 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 أخي لنرى أنت لنرى لنرى حي 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 شخص سوف تفرحي نحسي حاول تتقلم قاعدت ترى نظرة ندم كيف نفرح كيف نفرح خلها كحيرة لا 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 شخص نحسي لنرى كيف محطة نحسي نحسي كيف نحسي كيف كيف تقدم داري اليوم و تجعلوها لتعلمها بلا جواب الشي يأخذها البيوتي سانتر اهل دارب كلهم استغربوا استغربوا من هذا الزوج الي المفاجئة تغييرت الأخبار بهم كل شي حادثك اللوتو الذي قدم باب كل شي يطرر كل شي كل شي يترسر طلعت اليوم لديك اللوتو كل شي يشوف فيها صحة انظار الدارب كامل و تنظرها و اخوها معها في نفس اللوتو كتبان بحل شي مرة كبيرة عجوز من كترة البكاء اينا من الفوخين وجهها حالت و متصير ديال لين تخلصها كالوحدة و الاكبر فرق تجميل اللي كاينة شافت فاسي ذا اللي مكلفة كل شي عروسة كتكون هكذا كاينها العرسة ما جاءوا بازش يومنا نهائيا سافي خلصوا مدروا بلا ما بغاوا مقدتوا لها شعرها المشروع ديالها اي حاجة قدر العروسة الاو داروها لها احتجت وحده هززا واحد اللغوب غزيلا كل شي نبهرو بالجمال ديال 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 الدنيا ولكن يوم لها ما تلفتش لي ما كنتش عنده الخاطر نهائيا انها حتى تشوفي كتتحسب رأسه بعثي المتوى دياله الأخير غدال تلقى الحسف دياله مشي غدة تسوش كتتحسب الرؤي ديالك انصهق شي حاجة اللي مفروضة علىك كيف شغادي تكون فرحانة لها حتى شفت فها وحده من هذوك واو و تصميمها و تصميمها و تشرفها في الفسان و تشرفها في الفسان يومنا ستحساس بالغضب أكثر مني عارفات بلا رأول يصمم ذلك الفسان كتسمع و كي يحضروا عليه على الشهرة دياله و على كل شي تيك الأعمال دياله و كتحس بالعافية وبسرعة وصل الليل الوقت اللي سألت فيه يومنا من ذلك التجميل اللي داروا لها من الماكياج من الباس من الشعر من كل شي و لبساد ذلك الفسان اللي برز جمالي لها أكثر هي فعلا مثل اللي غزالة غزالة بالرغم من ذلك الحجم دياله الصغير انها قصيرة و ضعيفة ولكن خلاوها كثبت بحل شي ماليكة كل شي كي يشوف فيها و ذلك الشعر دياله الطغيل و ذلك التجلي اللي قادت و لها بحل شي ماليكة و جاء أشرب بشي أخذها بجرد ما شافها طار عقل و البهر من ذلك الجمال دياله الخرافي شد لها يدها كبتا ملوك تحاول انها تخلص من ذلك القبضة دياله ولكن كان قوي وبزاف و زيار اللي على يديها غادي يجاره و غادي يكتحاول انها تتمالك أعصابه و انها تحبص دموعة مش متخليه بشي تسلو و مشاول النوطة مباشرة كبو كانت سائق عدي بهم توجهوا لدك للحبل ديال الزفاف اللي كان في الفيلا و مجرد ما وصلوا كل شي شافهم استغربوا كيفاش أشرف يتوج ببن صغيرة هكا و انساني طويل قويل بنيات طويل قامة جسم دياله راشيق رياضي هي كثب القدم بحل بنته كان الفرح و الزفاف اسطوري حضروا بزف ديال رجال الأعمال بزف ديال ناس الوهمين في حين كانت فرح كتحسب الغضب كتحسب براسة غديت نفاجر في أي لحظة كل مرة كتزير هكا على شفيفها كتعد عليهم توترا كترجف ما عرفاش شنو غديت دير ملقبات يومنا في هاد الليلة بالعروس بالحزينة ولكن ذاك نظرت ديالها كانت جريئة برغم ذاك الحزن ديالها تسال العرس مشاول عروسة الغرفة ديالهم جلسات يومنا على الفراش حين كان أشرف واقف كيشوف حيد جاكت ديالهم بدك يقاد هكا في حالته حيد البابيوني كان دير وقرس على الكرسي كيشوف فيها تكتعبير ديال وجهة اللي بين اليوم الغضب كيبتاسم شوفي يلا ما نويش تمتلي حواجك ولا ولا شنو يومنا كتشوف فيه علاش علاش حيط اليوم العرس ديالنا كنضل كيشوف أشرف بدهول كيشوف تقوله حاولي الصغع بدك الهضر اللي كانت نطق بها ثم جاي مباشرة جهتا وانطق بنبرة ساخرة نعم نعم شكتقولي وبعدات يومنا عليه بالعطريقة ونعطتها كتحاول تبعد منه أكثر كتحاول انها تكون بعيدة بعيدة على يدي كيشوف أشرف كيشوف أشرف كيشوف أشرف كيشوف أشرف طبيعة الحالة علاش غنطلقك وخاص حلمي ما غديش نور عليك تطلقه ولا مكيش قرب منها كزير لي على شعره فكرب انه يكون هادئ أكثر باش ما تزيدش خار منه ويعرف الحقيقة تحول من ذلك نطيق الهوضو هوضو المصطنع بدك كيدو وزيده على شعره بشوية وهم سلعفو دنيا يلا نوضيح بيها حيدي تكلاغوب ولا أريد أن تحيدك أنا لحظات من الغضب تحس بها يومنا لماذا لا تتعصبه لماذا لا تتعصبه لماذا تتوصل له هدف دياله تفوه على إنسان هذي من الأخلاق تحداثه بديك النظرات دياله النارية بحل لك تقول لي هرأي الأقضى إذا كنت تظن أنك تقرب لي هكذا غيحلم أنا غنى عسف الأرض وغنى عسف لهذه البازيالي تطلع إنسان هذي نسترل ونعسفه حسبي الله ذاك الطريقة كان يحاول لي يبرد بها تصور دياله ويسيطر على الغضب دياله وبدأ تسكد تلعشاء غضعك على أسنانه أوف الله مطولك يا روح شوفي سمعيني هذي الفشوش ديال البنات الصغر هذا بلا منديري ما ينفعش معي أنا أنا غادي نخرج برا لأنك حساس بدل حواجك وغادي تلبسي حواج شخورين وإلا لقيت شي حاجة دخلت لقيت شي حاجة من غير هاد الشي بلا تصورين يا هذك شي لغا ندير خرج لبرة حير دخل الباب تشعل استيجارة دياله خلالها رح تسل شي دقيقة كالا من بات السبعة وفي ذاك اللحظات بدأت خرجت فرح مرة تخول من الغرفة دياله بعد ما سأكدت بأنه رجلها ناعس كانت صغيرة بغرض أن يهد جسس عليهم ولكنك تلقى أشرف واقف قدام باب ديال الغرفة تسوق فاسحدة أشرف مالك وقف هنا شنو كتدير دابا تكي يشوف مالك فرح سيري دخلي لبيت ديالك ولا دخلي سوق راسك حسن وشك تسمعيني سيري بحلاتك غزات على شفيفة واخر أنا كسبها غيناء منك لله يعونيك عليها تقنت ما تسفارح بخطوات لغرفة ديالها وياك تهدر مع نفسها ومن بعد أنا هكا ما غديش نقدر ندخل لها العاصر أنا عارفة ما عارس مين جايب هذه البلوهاتي بعد ورور دقائق ندخل الأشرف الغرفة كي يلقى نحس على الكرسي اللي تم تكي يشوف فيها لابسة واحدة البيجامات الهلترالي الصغار فيها ميكي ماص مرسومة ترجى نحيتها سكن غاي فايقة وترجعها في آخر اللحظة أرجع هزة وحطها هكا على السرير كانت يومنا حاسة بكل شيء مثال فايقة بتاسمات في الداخل ديالها بأنها انتاصرت عليه ومقدرش أنه هنا للمورا دياله قلسة أشرف على الكرسي برجع دهر اللور هكا كي يشوف كي يشوف محمود رجع لطار ديالهم في الليل دخل بعد دخلت فكار أخته وذيك اللسان دياله الماضي وذيك اللسان دياله وذيك اللسان دياله وذيك اللسان دياله قم ده كايب كيب لا ما يشعر لذيك اللسان دياله حمود لم نسعود على الفرق دياله من قيم سواوها وياها بجوش بهم دخل لبيت دياله أقرس على فراشة سمحي يا يومنا كان وعدك نحاول نفق من هذا الشي اللي أنا فيه علوه قبلك بشرجعك لحكايتك ثاني قدي نخليك تزوج الانسان اللي بغيته ديال الوقت هذيك اللسان دياله نعاس محمود بشاف سوباز عميق بعد تفكير اللي خليها فيق طول الليل وجه الصباح صباح جديد وخادث ما غادي خارج بشي يشري الفطول اللي غايف طربي سوقفات وحده من دوكسيدات اللي ساكني معهم سماكنة في الدر خويا علش ما عارتشينش العرزي اليومنا محمود غيجة فجأة ما عندي فيه تدخل العرز دارو والعريس ما شيئا سمعهم محمود وذا كنتك يتحدثوا مع بعضهم وتحسفضني هذي الجملة هذي مباشرة ما شوي لك عن زواجانيت بالصح ماشي شي حاجة أخرى الله إلي يا أم محمد فعلا عندك الحق حس بالغضب في الداخل دياله ورجع شافهم بغضب ياريس كل واحدة نتياف راسه ولا اللي غايجي بسيرة ديالختي غادي نقطع لي لسانه بكي هم مني لا هو شكون ولا هو منين اختي تزوجات هذي يدخلوا على راسكم ورجع لدخل الدار دياله وحكي حسب راسه كاي ما عارف شهاده وش ندخلهم في حياة وحياة تخصو بالقاصل تبقوا على درب كناير فقط يومنا من عز ديالها ما لقعته وش ناط بفراشة ثم تبقوا في الحمام ما كانش حلات الحمام ما كانش حلات الحمام الحمدول الله خرج شافت في الغرفة مزيان قدت تفحصها هكا غرفة زوينة فراشها زوين قلت بينها وبين نفسها الله حلا درش حل غزالة بشي بحل دارنا قدت تبشي وتستكشف كل شيء حتى بصلت لقامود الكبيرة قدت تحل دق المجهورة التي تم تلقىها بسفة لأنواع ميك اوب التي لا يعرفش حتى كيف تستخدمها دارجة واحدة اخر فيه اكسسوارات شي حويج بسفة اللي يريدهم بالبنات جاء الفوضل تمشي البلاكارد شاف الحويج دياله قدت تقلم عليه قددر وميلي مكيش بلاكارد ومكي دي الحويج وهذا قد تشوف ما بين الباب ديال الحمام باب ديال الغرفة بل ها حد الباب دخلت قد تلقى عنية غرفة مخصة الملابس عم المرة ما شافتها اي 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 ديرين بيز غال الحواج الله عليك محمود اخويا قد تشوف دك شي قد تشوف حواج اللي كان ينتم مختلف الالوان والاشكال ولكن كان حد الحواج ديال اللبنات قد تشوف كل شي محتاشم كان سراول بلوزات ها كاكسي و ها تقصار لبسات واحد الفونسان من هادو و ها تحتو السروال قد تلبسها كاكسي لا تقصش مع بعضهم باش تظهرها كاكسي محتاشم و خرجت من الباب ديال الغرفة ثم بات غدا نازل لالتح غدا كتقدر في وصافي و يتلقى بفارح و فعلينا لأم ديال اشرف ذو كين شوفوا فاهم الصغربي مهمدو كل حواج اللي لابسه بحل لازل مشي كوكب فضائي بات كتتموت فارحة باتتحكى ديال ها كاك بقدرش سيطرة الى نفسه و هي كتشوفها قمتامة يومنا بدت كتشوفها كف الهيئة دياله و كترجع تشوفه عودت كتشوفه و كترجع تشوفه فارح مالكة لش كتتتحكي فيه شي حاجة كتتحك فارح بتحكها ساخنة شكلك مش يغاك يتحكي يقسل بتتحك شد شي لابسهه و وش اشرف اخسار عليك شي موضة جديدة ولا شنو جابتها يمنى بجرأة حسن ما نكون هكا القاسة فرح بدول نعم نعم القاسة شنو كتقصدي ان شاء الله تخلص فريضة مالكم مالها فرح اجي يمنى بنسياجي فرح انا غدا خارجة خندير شوبينج وش عفس فرح بيمنى بنظراتي الغيرة فريضة هي سيدة كبيرة في سن ما كتقدش تمشى عايز على المشي كتقلس على كرسي متحرك يمنى خير فريضة انت من شكلها لك تبعني بنيتها طيبة وبنت الناس انا بغيتك تعتبريني بحمامك اللي انا مكش من طيقة انه الشرف ممكن انشي نهار يفكر في الزواج بعد مراته اللولة كاش كيف يفكر فيه نهائيا يومنا يلا بغى تتكلم وفريضة وقفتها تقولي والو بنتي والو بغيتك تسمعيني يا تسمعين هضر اللي انا قولك اعطاها فريضة ناصة احبسات قتك تصدر معها بحل جي املي قد نصح ابنتك حتى جات حتى جات وحد الوقت ديال الجلسة ديال العيناج فريضة كتجي عندها جاليسة اللي كانت تصروت واجات معها حساسي يومنا بالجوع توجهات المطبخ بشكل شي حاجه هكا تتاكلها كانت من تسمع الخدامات اعم اشنا بغيتك شي حاجه يومنا لا شكرا ان قد اللي بغيت بنفسي وبركاتها مثلين اكثر لحضر الفئة مثله نعم دورات ثم أبحث السباجتي أردت عجل Bethlehem بعد ما قدس له هرجع اشرف من الخدمة ديالون غادي داخل الغرفة كيلقع غاسة على الفرش كتساكل فشافتو يومنا بدت كتساكل هكا بسرعة اكثر فحل فاي ججوع دك ججوع القاسد كيشوف فاي كيفرش كتساكل ما شكتساكل ايه ما جاوباتوش اخدها الفرشية من يده واخدها معلقها كاديال اسباكيسي باشي ياكلها وزبينة واش نخليس انا الخدامة تصابيه بحاله نادها كاسم غادي حتى قلت له يومنا وعلى هدو اللي عندكم كيعرفوا يطيب وشي حاجة حيث الشميس دياله قدامها كتشوف فيها في الجهة اخرى واش نساح مقولة شنو سير بدل حواجك ملازة اخرى سير دخل ليه قرر منها اشرف ولي حسبها بدت كتقل الادب دياله لي ويتضربها وحترشا حتى تسمع الطراخ في البيت كامل عمرك ما سعود يتقل الادب ديالك معي فهمسي عمرها ما تخيلت انه شي واحد غا يضربه بديك الطريقة كتشوف فيه مم صدقاش واش دي رسك بالليل حتى عدنا حفلة وبالعاء طريقها مقدرش تنطق كتحفب الغدن في الداخل دياله مالك ردات الفعل اللي غا نترى والو ما كي ينعش قد قالسة كتفكر هتلاقيه انسان هذا كيفش كيفش قدر انه يضربها هكا كيفش كيتحفل معها هكا به هاتطريقة جاءت واحدة من الفرق ديال التجميل يرسلونا لها حتى الغرفة دياله كي توجد يومنا الحفلة اللي غا دي تكون بالليل وفعلا قد قالسة معودة تشافتوا نهائية اليوم جاء الوقت ديال الحفلة كان اشرف شاد بيت يومنا كانت تحاول تعاند تحاول انها ما تخرج حتى انتقف اشرف كانت تخصملك بالله ها يومنا يلا ما تقديتي معي حتى قد ينقديك غا دين حمسك هذا البيت هذا وقف الضلام ما تقيش خرجي منه وخرجها بالقوة للحفلة اللي ما كانت بغا تمشي لها دلسات حدا كانت تغيكات نقر غاب وحدا ما قدرش تسمع صوتها حسبي الله ونعم الواكيل فيك اشرف حسبي الله ونعم الواكيل فيك والله تنهايتك غا تكون هلا يديها قسمع واحد من اصحاب اشرف هكا فهم شنو كانت نطق من ذلك الكلمات الاخرى جا جيتا سمحين سمحين يندوي معك شنو شنو بغيتي شنو كاين ساليم وشنتي مرات اشرف ياك انا مرات اززفت شنو متاسم ساليم اذا انطرقنا واحد شنو رأيك في خمسين مليون يوم لا نفهمتك شنو ساليم يخرج واحد العلمة فيها السم نجيبه يلا قدرتي تسنيني من اشرف سهلا الحافل قدرتي تفكر في هذا العرض الذي اعطاها كانت تفكر ماذا هذا لماذا يريد ان يقتلوا هذه الطريقة لماذا لديها بالضبط لماذا لديها مفراشة اشرف كان في الحمام توجه هذا الطابق السفلي هذا المطبخ مجدين فعلا في القهوة لانه سوف يطلع لها فراصة كانت تساقب منها و لكن كانت خايفة تردتها كانت تفكر تقتلوا لانه لا لا تستطيع إلا هذه اخذت تكسب و لاحظت لا يومنا لا تستطيع ما هي هكا تدخل اشرف شنو كانت تديرها يومنا تفزعات تفزعات تصدرت بصور على هكا كاميرا سابقة و هلو وشغا نكون كانت تدير قرب منها اشرف و حس بالشك و لماذا كانت تتغوصي بحلقة و هلو و هلو و هلو كانت تفكر بصوت عالي و هلو حس حواجبه هكا فهم تتغرب من طريقة دي الهدرة دياله و كيفش وجهها صفار حسب القلق من جيتها خد القهوة دياله و لكن يومنا حيدت هذا الفينجال كانت تفزعات شي اشرف كي يشوفه شنو كاينة يومنا نهدات سوال و غي مزوينة تحس فيها شي ناموسة و خرجت هكا بسرعة غادة مزروبة مش ميحون شي سوولة مش هدت مباشرة الغرفة دياله كيفش كانت تقدر تديرها كيفش فين كان عقلها و اشغا تقول لي مجريمة و غادي تقسل شي انسان علاقة بالهدات الشي تتافي ديالها دخلت الغرفة على الفراش كيفش غلصات تفكر دمرج لها لحظة انتصارها دياله الوضعيات الجانين تحس برعشة نتيجة الخوف في دياله الوضعات تدخل الاشرف حيثت بالفازع و تقفزت في بلاسة لاحظت تكرسي باك دياله الخوف ما شافاش هكا من قبل قرب منها قرس حداء على الفراش كي يشوف فيها بدك يدوز بنتي على شعرها بعدها على ادر دياله الامسة تكمل الاشرف بكل منطقية يومنا و شنتي هينا كتحسي براسك مريضا باش كتشوفي و يكاس بالعريقة انا مزيانة باغا الناس ثم تدات على الفراش كتحاول ثم نعي دموع من انه واضح ولكن ما قدراش ينزلوا دموعه هاكا قريب وحده مد شاريف لجزن دياله زهوة في الاسمه ينفر الكنابي لكي ينفر نفس الورفة كي يشوف فيها مرة مرة و كي تزعمق في افكاره وش هاتش اللي داره صح او لا غالط مقاها كيك في تفكار دياله احدى الدانعاس جسبح جديد فق اشرف بكري كالعادة دياله باش يمشي الخدمة بكري من فوق قرد من يومنا باش ي coats ندخل لها الدرسينغ و يوز مع السهلا ما ملف كيك كي يحلدو ريدو دياله غرفة ولكن هذا المره ما دارهاش تلفت لا كاس باليهم داك كا ما قاف النعاس لها مبغاش هكي يبرزو طابدك انتوا اللي ساي يدخل كي خلها كيف في نعاسى و خرج بهودو كيتلقى بمحمود الجاحث غشافه صباح الخير محمود شكاين ؟ محمود صبح النور و ساتشه شرف يومنا بخير ومزيان الحمد لله وما زلت نحسا كان فضلت شوفها من يتفيق خلصها نحسا جيت غداء بعينها من بعد الخدمة وذلك ساعة تشوفها ومشوب جوج بهم الشركة معه وصلوا اخدها شيء أشرف شيك وكسب فيه مبلغ من ديال الفلوس اللي كان وعد به محمود وعطاهلي محمود شده شنو هدا هدا الشيك باقي الفلوس اللي صفقنا اليوم اخدها محمود ويحسب النار شعله فيه ولكن كان مضطر لأنه اخصوه محتاجهم فضلوا قيسا هذا اخصوه ياخدهم ويخرج منهم الرباح هو كيحاول أنه يبدن نفسه علق بالخصوه اللي ما عدا تذن في هاتشي بشي هنا بعد العيشة اللي كانت بفروضها لها لقاء أشرف في المكتب دياله من تبه لواله اللي شفها الصباح واحقله قلبه كيتصارعه طب حلا ولا تداخلي في تفكير ديالهم برستا كيف كان غير فاهية لها الطفلة الصغيرة اللي دخلت لحياته وروداتها لسا ساعتين هكاك كيف يفكر حسب الملل قد اعطل قد اجازة اللي فاليومه قرر يرجع للفيلا وطلت المحمود يطلبه بشي يتغدى معه كانت يومنا قارسة في الحقيقة سمعت صوت ديال السفارة ديال الرزق هكا كيف شكت عرف ديال السفارة دياله نظر بصورها وممسيقاش رزق شلو شي اللي جابه هنايا كيف شعرف هنايا قصها هكا غادة طلقاته قدامها ما كتيش بغد شوفيني شو حشتكا يومنا في ذاك الوقت بالدات كان وصل الأشرف في حين أن محمود ما زال ما جاش شاف أشرف في يومنا كذب اللي كتهدر معيش شخص آخر ما عرفوش شكون وقريب من هلو حد درجة اللي اللي أثرت عنده الشكوك ساجهوا الحارس ديك ساعة متوجهين جيتهم ولكن أشرف وقفوا وقمل ما يوصلوا لهم رجول بلاسكم تصرف غريب من أشرف كيفاش الشخص آخر كيهضر مع مراته بالسر هو واحده هانية بقى واقف كيشوف فيهم كيهضروا وكيسمع شتك الهضرة دياله ولكن كيشوف فيهم من بعيد بلاسة أخرى رزق مش ما غتقدرش تفكي منه إلا بقتي معها غتتورتي بالساف غنحيشو بزر جميلة غنحيشو في طراء دياله يومنا بقعت كتشوف فيه بصدومة وش انسالها تشلي همك همك للفلوس لا حبيبة تنتي همني انا غيقصد ان راجلك انا لبسها لي هز وجهه دا اراها بصلاح تنبزوش حساس يوم ونبلغاتها بالداخل يلا مرمز وقعتها رزق غيكون هاكا وقت كتشوف فيه باش نهي داك الحيوار كرهات وفضل لحده وكرهات وجهه وصوته وكل شي سيرها رزق سير سير لا شفنا شي واحد غدي تكون مصيبة سير بحالة كتساعة وبالفعل مش رزق ورجعت يوم للداخل مباشرة كتلقف رجلها قدامها حساس يبالا محمودة هو كين وقفورة فتكي تجري عن نقات محمود محمود وحشتك بزاف صفاء كدير محمود انت يا حبيب وحشتك كان أشرف كيشوف فيها كيحسب النار شعلة في مليشافة مع ذاك الشخص ولكن بغش يدخل كان العارب بأنه غدي يكون هو هادك لإنسان اللي كتعرفو أو لحبيبها أو لصحبا وقلسوا كلهم على المائدة لطاعة حتى أكمله ومحمود ومشتشون من الغرفة دا الساعة أشرف بقاءة في المكسب يفكر كيف يفكر ما حدو وكيفكر هو كيشعل ما حدو كيفكر هو كيتوطر ما حدو كيفكر هو كيتحصب من هاد البنس هادي وش ممكن ان هذه البنس تكون عدى 12 عام دخل الغرفة ديالو شاعل منها قلس على الكرسي كيف يتصبطه مبغيش يشوف جهسا نهائيا قربت منه يومنا كتشوف فيه هاكا وفجأة حتى تتعلقت فيها كعن قاسو ودلعو على عنقو كيشوف فيه مبس صعبش شكين والو عن نقتك تقابلات عينيهم قاسدة باش تخليه يقول لها يستسلم واحد صلاح يومنا ياك أنا مراتك وعندي حقاليك ياك علش انت هيكتب عدلية هم تكيشوف فيه نه من الصغرب وحاكا تحكي رجع ووحاكا رجع ضارب حقي بتضيف الحقيق عليك بحث ما بغتت تضايقه بغتت تستفز وما حرفش ما بغتت ما تنفر صافي هاتش لي بالك هذا هو اللخر ديالك يشوف فيها من الصغرب يشوف ما تفهمش شنو بها ما لا فضل اللحظة هزها هكا واخا بغتتعرف اللخر ديال يأتي تعرف في هذه اللحظة كان الهدف لانها يتفقسها كيف يغير لحياتها لا يعرف ماذا يجب أن تقوم بها ونساق منه ونبتع طريقة معها يضع فوق الفراش تجدها في كرشة وبدأ تكتمل بحلل كرشة ضارة وبدأ تكتمل والدموع نازلين وستدف تمثيل أشرف اللعفة يومنا مالك شو ضار وستكتمل بعدها في الوالو ما عرفتش اشنو أنا هاك دمني منكي كانت قزز من شي واحد كيبقع لي هاك منكي يشوف فيهم الصغر بالحالة وخرج دل خاطرة وخرج داخل الباب وخرج بقى غالس مع الأم ديالو شحال ننساها فريضة سيقني أشرف هي كدير هاكي حيث بقى صغيرة لاي ما عارفاش ولكن مع الوقت غدت تستاجب معاك غدت ترجع عادية معاك تصدقني أشرف أنا مقدرة ذاك شي لفعار فأنا كبير هلابسة فلكن هي ما تعطي فرصة لتا واحد ما عطي فرصة لتا حاجة بدأت كتربت على كتفه دا بغدت تعرف بلا كلامي صحيح في هذا الوقت هذا كانت يومنا أخدام عند ذاك العقل ديال المراهيقة كانت بغدت مدى الحرب مع أشرف ناعدت لبسات بحد الكتبه قسيرة فقر كبه قدت شعره قدت بحالة تقليل قريناتها مزايرين قدت بجمهاته قدت تقلم حتى قدت بغدت أجل ولكن لم يكن اعرف كيف يدير هذا الميكاب اللي قدت بغدت تساعده حسنا حاولت تقعد وجهه قدت بغدته كتبا نزوينا بلا ماكياج حسنا حتى لا يستطيع إلا أن يدعف قدامه قدت بغدت رأسه قدت بغدت أشرف حسنا شيء قدت بغدت أشرف للغرفة في الليل قدت بغدت ربما تكون في الحمام قدت بغدت خرج بالحمام تجيحة قدت بغدت تشوفه قد يشوفه فيها الصغر بها قد يمالها اليوم نا قد يزوينا بساف لماذا تبعديني قد تشوفه قدت بغدت أنا هكذا أشرف لا نقول لك أعم و أشرف بحكم السنية الميناتنا يلا يقرب له ويدفع و بعدها قد تجري قد تضربت لي أرجليه مع الضب Leah حتى ضحك على الأرض لا تضحك على سلامتك لا تعرف كيف أشرف كيف أشرف منه كل نساء يضعف قدام بنت صغيرة يجب أن يرى حاله مستغرب يجب أن يرى يومنا صافي أنا سيتسلح معك يلا بدأ يقرب لها ويجب أن تحرك عليه حتى يسمعوا أنه محل أشرف يلقى واحدة من الخدامات يدعينه كثيرا مثل هكا يجري باللافة فعلا يلقى وعينة تصلوا بالطباب اللي جاء فحصها هكا وقال لهم بالله وقال لهم بطفة وقال لهم بطفة وقال لها أخرى لإنسازان شكرا أشرف وقال لهم بطفة وقال لهم بطفة وقال لهم بطفة لماذا يرى الحبيب أخذتها بالزيت ولم يرى أن تقلني بالخلعها فريدة سأقف على رجل مرة أخرى سمعي ماما وإنها وقال لهم فريدة فريدة وقال لهم وقال لهم أفضل وقال لهم بطفة وقال لهم بطفة فكرة تغير مره جيدا فإن شاء الله سوف يزيد على جليك فأنا أعرف أنه أنني كذر من أجل ما قدرت به سير تنهسين سيرت مره السباح بكريم لكن لا يدع مرة أخرى فإن يجد غرفته تنحسينه ورجعه في زيادة البالك دسكن يتقرر به يومنا فأنا أريد أن أخذ أخر من غير هذا أشرف فإن لديه شيء بسعى ونقرأ من هذا ثم تأتي على يومنا ما ؟ كيف هل لا 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 جانا أنا معك هنا ، فقط لا 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 أمن لا 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 يوجد نفسي معك فبتك يشوف فيها كنت تشوف علي بشكل شيء بناسة صغيرة فبتك يقرب منها سمعها يومنا كوكس بغى ندير شيئا سوف نديرها انت عارفة هذا الشيئ بزيان ونشرك مراسي وندي لك حقوق أنا مخليك براحتك سمسيني ولكن عارفي أن الصبر دينا عندهم الأخر خلها ومشاها لا تفضل استخدام الناس هذا الحظراء حساس بيومنا وحساس من صغري لماذا كما استفززت ونرى القدر اللي كانت بها كيف يجعلها كو كيف تحس بها وحسي انا سوف نرى كتابك مشتي مني جاء يوم جديد اليوم محمود عند سالين على اساس انه لا يخدم ذلك رأس المال اللي خدام عند أشرف هكا باش يخدمه باش يخرج منه الأرباح وستقبله ساليم بكل ترحاب وفعلا ذاك شي اللي كان خدامه ذاك الفلوس باش يخدمه ليه على أساس انه كان بغير الجال أشرف ذاك الفلوس دياله اللي كان سارقه منه وياخد الحقد يلخطه ويحتلخطه الحرية دياله اللي يسلبها منه مقال ساليم كاسمال محمود شوية حسن طق كاتبا كاي منه بزاف كاي من أشرف محمود تكون عندي انا كانت من الخلق رأي اخد اختي مني ولكن ان شاء الله غرد ليه في الوصول ان اخد اختي وغن سافره منه ساليم كاي شوفي وانا غدي نعونك قريب ان شاء الله غدي نتنام منه نعض محمود هاكاك وخرج بعد ما ازأكد ساليم بلا محمود خرج نعض وتتعصل بشي ساحبه في الخدمة كاي تتفقه لو احد الخطة بزوج حسن طق ساليم سمعني مزيانة هاني البالية ان البنت اللي تزوج بهاش اشرف ما نفتتش داك شير يطلبتي منها المشكلة الكبيرة ان لو ان اشرف كشفنا وانها تقول غد ليشي حاجة يعني الحل ان سنو من اشرف اليوم قبل غطة نفت اليوم الخطة ساليم ساليم تكشي اللي غدي حصل انا غنشوف تحركات دياله اليوم وغديم دا نفت وفي الفيلا مع العاصر كانت يوم داكت حسب المال اللي هي قاسة في الغرفة ديالا بحين انها مش هاتبش تطمن وانا فريضة واخاها هكاك ذاك المشكلة اللي عندها مع اشرف ولكن دخلت لها الخطرة بساف وهي الانسان الوحيد اللي بغى سافد الفيلا ونهضة اخذت اللابتوب بقيت كاتت تقلب شي افلام بغيت شي فين ما هكا تتفرج فيه بقيت بحد الفيلا معجبها بقيت كاتتشوف فيه دارت شعر هكا قمتامها تكاسع لها كرشا كاتتفرج في الفيلا الله على فين مش هاتب رومانسي دخل الاشرف كاتب لي منساج ما مع الفين محسا حسدش انه اندخل كيشوف فيها كيفش كاتشوف الفيلم كتضحى كتب تاسم كيشي شي ماشد هاكا كتشوف فيه وعاجب الحال حتى انتقى اشرف عاجبك الرومانسية جرر بيع معايا قفزة مبلاصة من ام تدخلتي اشرف من الايام اللي كان البطل كي يحمق على البطالة عماما احنا موجودين في اي بقص بغيتينا مش هلت يومنا الحمام يومنا حقير دخل الاشرف هكا خرج دار يدع لك تافه شوف حبيبه يقلنا الحصار منفوس نبارك من هذا الدراج يسمعتك شنو قلتي والله انا محصن مراسي شفغين تايا انت غيك تكعمل الحقيقة تكره الحقيقة فعلا تحقير بدك يشوف فيها تبدل الملامح الجدية وجد راسك بالليل حيث غنت على الشوعة لبرا ماذا؟ ماذا؟ ماذا يقول لك؟ انا اصلا بغي نخرج معاك شي بلاسة خسك تحشب شوية ماذا الناس سيقولوا؟ يقولوا خارج معاو وحدا قد بنته؟ ما بغيت يضحك عليك الناس اشرف كي يشوف هات الكلام اللي قلته غادي تنفن لاشا؟ غادي تكوني واجدة لقايك واجدة ولبسيم زيان حيث اللي جايين جايبين معاوه معي لاسم لابسين على اللامونت جليل مشات يومنا معاوه اشرف اللوتو ديالو كان طول طريق هتشوف واحد الناحية غي كتشوف الزاج حتى هتكلم اشرف هده تغبيش هادي فكيها من وصله سمسيني خذات يومنا نفس طويل منفعت الصبر وصلوا للمطعم وديك ساعت رفضات يومنا انها سمي ديدها بسالة من هدوك اللي قالت انا ما كنسلفش على الرجال محملاتش راسه قالت سبعه ومبززز كايهضرو فاحد اللحظة كان واحد قالت سفحة طبلا بعيدة عليهم هكا كي يتخصموا مرات وش بيها ضربها بو كي يشوفوا فيها مستغربين حتى انطق اشرف وش كي شي واحد بقي هكا كي يضرب مراتش وفا دلوقتها باشا تتخلف ويها تنطق يومنا على باقين شي رجال اصلا كل شي شافوا بها بسنكار اشرف في يومنا اجي معايا باغيك مش هسمعها يومنا هكا دخلوا لحمام ديال النساء صد الباب وراء قرب منها حسن بقشكة توصل منهم شي مسافة كبيرة والله يا يومنا وما غادي تشد دراسك وغادي تعلمي الاهدام يحصر نقدبك وربك من اول وجديد ورجعو قلسو كتحاول انها تتفاعدهم بعدك تتقرب لي وقع بيناسهم توجه كل من اشرفوا يومنا للفيلا طريقهم بل الاشرف في حشين يلوطوا هكا كتحاول انها تابعا بحل كتطاردوا حتى شوية تجس وقفات قداموا هكذا نزلوا منها ثلاثة كي حاولوا انهم يقتلوا اشرف اشرف بالوضع مني شافوا منازلين من تلك الطريقة تلفت لعندي يومنا يومنا لا تنزيش من اللوتو انا قديني سدها ونزل لبداو ديك ساعة مظهر بيني مني 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 حاجة واحد من وراء وضربوا بحد سكينها هكا وضربوا بها وفجأة اهربوا كاملين الثلاثة يومنا مخلوعة كتشوفي اشرف اشرف وجنت لاباس اشرف سند اشرف عليها هكا تركبوا اللوتو وثم هكا غاني بزز منه بشيء بصايق حسان تقربوا للدار كينزف هكا كيسة كي نعز عغي باش يقدر انه يصل حسان وصلوا بصعوبة الفيلا سند اعاود علي يومنا طالعي الغرفة ديالهم شد بيضها وتقول هلتا واحد بغيت تحدي يتبرز طلقهم لسماتين يد يا حاجة عادية تلعوا الغرفة ديالهم سدات الباب تشوفي مخلوعة كتحس بقلبها كي يضرب في تسعين عونات وصحية ديال الشاميزي هلو باش تشوفوا الجرح اخذت صدق الاسعافات باش تدولي ديال الجرح درس القطن تدولي الالكول كتحس بيها كي يقفز كل مقربة ديالكول سمح لي غير تحمل شوية عفك واش نتصل بالطباب لا ما بغيتش طباب غيري كملي كملي نازل كيتقلم كيف نقول موطعة ديال القطن كتحس بيها الحساس فان تفاجأ حساسه درس القطن بحلى عزالها كتتدولي في ديال الجرح تحاول انه يتهدن اعتاه شدوا هكا بشيقال مابا بعد الدين كي يزيد عيني هكا بشوية كي يزيد عيني حساس هكا احدى الدات وعينه وناس كتشوفي حس ست بالقلب معلوم ومعرفت اش عزالها بساف لحده خافت الناس وقالوا اشي حاجه وان نافعون قد تشوف كيفش الناس قدسه حاولت انها تعدل في بلاسه وقلت تساس على كرسي قابل على السرير قابلها للكامل وهي قد عبرله في الحرارة قد قيسها لين وتشوفه وكينين ويمسى بعه وقد تسلم لحالته وداز الوقت وناسات هاكك على ذاك السرير حتى سمعت الادان ديال الفجر فقس على صوته قد شوف كي بلا مازال الناس داش يدعي لجبينه قد تلقى الحرارة زي طلعت لي كثر داش كتديرها كلمة وبعنيو كتدير في المبارد وكتدير لي كم مادات على جبهته كتحاول انها تخفض لي الحرارة للوقت كامل ويا حاضية كتحاول انها ما تغمط شعينها لا توقع له شي حاجة داش قريبا ساعة هاكك تكيحل اشرف عيني كيحسبو حد الألم كيشوف كتبلي هاكك قالت قبالتو حال العيني امتي قدع يومنا نفتص بلاسه وش نسام زيان شد لها يديها اللي كانت قريبا لي وبتاسم ما تخافيش ما كنا عسا هاكا نوضي 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 جي حدي ايو نسي نوضي انا رغضي النوضي ثم ما تخاكك تقرب لي بلافا فيل غا تنضي نتعي يا للا ما سمشيش وش بغا سمشي لخدمها هاكا خليك خليك سماك يلا غاي خليك انا غا نجي حداك نتكا قاكي شوف فيها يكا تشوف في شحال واسيم عمارو منتابهت لانه فعلا شخص واسيم بالرغم السين دياله اللي كل مرة كتعيرو بيا ولكن كانش بين علي نيائيا وش نسي ما نستيش يومنا لا نعس قول لي دابا جرحة ديالك مزيانة كي كتحس وش بازالك تتقلم قاكي شوف يا كان كي وجاني فعلا ولكن دابا كي وجاني كسر بالصح يلا خسكت بي عن طبيب نطي يومنا هكا كتحاول لطلب الطبيب ولكن اشرف جرامي اداحتها تقالس احدا لماذا طبيب نتقي العلاج ديالي قاكي شوفي يومنا مستغربة رتابكات شنو كتقصد قاكي شوفيها عندنا قاوية مصدومة بحلا مقدرش انها تقاوم هذه المرة كتت محتاج هذا الحضب بزاف لأيومنا محتاج لذلك الحانات ديالك احطي راسكها انتك لراسي وعنقيني ولا مرة واحدة والفعل دكش اللي دارت حض ناسه على اسلامك كتخيفة بالسفع ليك وعادك تخيفة منهم اشرف حبيبة متخافيش انتي معايا ساحد ما يقدر يقرم لك انتي معايا ولكن انا لمكتش خايفة على نفسي بتاسم اشرف وكيشوف فيها كتش خايفة عليها عدتت على شفع فيها وهزت راسها بالإيجاب هاد الحركة هادي وهد الإيجابة دخل الله كيحسب قلبك يضرب كانت لحظة ش ديال الصباح كانت فريدة خرجوها باش تقلت في الحاطقة لفيلة بغت تسنشق الهواء حتى كي يلفت نسيبها اللوتو ديالش أشرف لي مازال كاينة عدتت على واحد من الرجال واش أشرف بقي هنا يممشيش لخدمة لا لا مازال كاين غريب يالا صافي سينسا عدت للخاديمة واش أشرف مازال ما فاقش لا مازال ما فاقش بغيت نعيط ليه للا غي خليه تسايفق على خاطره ديرني يا بنتي قهوة وخال الله بدأت الوقت بدأك يمشي النهار وما زال يومنو أشرف في الغرفة ديالهم حساس فريدة بالقلق رسلت الخدامة مش تفيقهم فقط يومنو على صوت ديكتار قاس في الباب ويش كون الخدامة مادام يومنو فريدة للا فريدة بغت كنتي هو توسي أشرف واخا سيري احنا جايين شفت يوم نفسه القاعدة تستاذي العشية ويلي ويلي هات الوقت كامل احنا نهسين يلا بغت نوض وهي جره أشرف فين غادا تعطينا نوض يلا خصن فيق ولا كي ستنا ولا لتحت مبنى على وجهات اتعبير وانتك هتشوف فيه ممكن نسولك أشرف هم؟ نسولي لماذا النهار العرصدي انا ملقت لك بلا انا ماشي بنت مبنى لك حسا سرد فعل كنت متخيلة اني منها نقول هالك ستطلقني يعني ما عرفت شكال مفروض لك ساعز بغيت تأكد من نفسك ولا حيتش ككسك ولكن بغتي هادئ حسا نشوف حسا كنت عارف انك كنت تكدبي كنت عارفك كنت متأكد منك يومنا شو نيخلك واسق بحلاكتا انا عندي اربعين عاما يومنا يعني انا فهم البنت اللي قدامي فهم البنت اللي دخلزوا قلاسي وكان فهم اللي كانت الزریط فهم يعني انا نفهم بشكل عام اجلس محمود معا ساليم باش يعرف اخذ تطورات قالوا محمود بانه خلال ايام ستجحنا اللي ستعود الاموال اللي وهي خدها من الشيء من اشرف ساليم زلينا محمود بغتي سمينك احد الحاجة خير اشنو انا بغني انتقم من اشرف مع انك انا خدهم عنده خيتي تتخليه يمضلي على شيء تواق واخذ اعتبر انه هادش يوقع يا انا يا انت اشرف توجه اشرف للخارج ومشاه في الليل بغاية مشي عند الام ديالو مشي تطمن لها كي القيانة هي حسا بس لها راسة مشي لغرفة ديالو فاريدا انا فيقع اشرف صافة ماما كديرا غمزاتو كوكتيكت سول عني غادي تعرف ولكن بقتيش مسالينية بس لا يدع اخير انا ماما تفهمت انا هي تكشي اللي قلت انا تكشي لش فرحان كنتم ساسم يلا سبحان خير على خير ماما مشي الغرفة ديالو يلقها هاك غاسة كتتير في الماكياج ولكن تكتيره بطريقة غاطة على حتم الفهم ديالو شف فهم ده يضحك شوف احمي بل الميك اوب ما كنتدرش بهذه الطريقة كل فرشات من هادو عنده طريقة و عنده استخدام ولو انك تيرا محتاجش لي بس كتشوفي كتغنية كنحاول اني نقاد و ما كنعرفش هادشي مزيان بقى نتعلم عمرك مدرتي ما كياجم القبل و ما سبراسة لا ده كيشوف تيراك هاك زوينة طبيعية بلا ما تحاولي تديري ما ما غايزيتش كتر من من الواقع بقي كي يهدر معي حتاج اهتصال مع الرجال ديالو خبروه بي لدك شي الامرهم انه وينفدوا هالهوقع بغافو عليكم مكافأة ديالكم موجودة الرجال تحس امرك رجح شاريف هاكا الغرفة ديالو حتى كي يتولي في الحديقة واحد الخلعة صغيرة بينا في اني هادي المحل بدوا و خكي يقرر فيها كانت سكي القهدر الاسم ديالو هاد السم تكي يفكر شوني جيبه دهنية ديالش هادة يلا كي حاول يفكر حتى مني تفكر يومنا هادي يومي ما كانت سوق في هكا فضل البلاثة هادي ولاحد شي حاجة بدلي لحد شي حاجة تفكر هذي كل اللقطة بالتات ما يمكن يومنا اهلس قلص على كرزي في الحديقة كيف يفكر اعقلوا تشوه الشمام وش ممكن تكون يومنا تفكر لحد شي حتى لأنهم يقتلو لكي يشوف تجاه النافذة غرفة ديالهم هكي يفكر ماذا سيقوم خاصة أنه يومنا يفكر في بعض طريقة وش ممكن أنه يومنا تكون بريئة كما يتخيل ها تكون الطفلة الصغيرة التي تخلط لقلبه سيقوم سيقوم حين كانت يومنا كانت لا حسنت أنها سيقوم وليس سيقوم ساعتين ومازال في تفكير ثم يجب 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 أنت فيها مصطوم بسعب ويجب رأى يناول مالا من وطفال توجه الغربة يجب يتفكر يجب لا يمكن يجي حتى أرجو الصباح ومالفعل كان باقي يجب ويد يجب أن يجب بالتفكير قبل في الخدمة. خسرته حيالي الفلوس. غلطة التي كانت باهدة من نسبة لي. أحسن أن أسميها هذه السكرة الغلطة ونتبهت الغلطة. ورجعت عنده وقد تنبهوا لي. ما أريد أن يسمع صوتها. أجل العليا طلبنا أن تخرج مباشرة حقا وماشي معه نهائيا. قرر أنه يرجع للفيلا. ونوصل للمحلف الشخص الذي شعفه من قبل هذا يومنا. وقفها قريب للصور كي يصفر هذه السفرات المتعدة. أشار أشرف لرجاله لكي يجيبوه لي. في اللور ديال فيلا. وفعلا ذاك الشي اللي كان جابوا ليه رزق سماكينة. قلص أشرف على كرسي. دير جل فوق رجل. كي يحق نتغنيانه بطرف السبابة ذيالو كي يشوف فيه. كي يساعد بالرزق كي يساعد هكا بالخوف. بحل دوك الأفلام ذاك الشي اللي كانت شوفه. كأنه بشعي صعبة خاطفينه ولا حيلة له قدامهم. صدق أشرف. شنو اسميتك؟ رزق ما كي يشوفه بكل خوف. رزق. شنو كتدير هنا رزق في ظهري؟ كنظن أنك فيت لك جيتين من قبل. ماشي اليوم أول مرة. كي يشوفه. انا انا ما أشرف من البلاسو ومشال عنده. انت شنو؟ تخير سعر يشوف منه وخافي انتا. كي يقول لي؟ كتجي كي يوم منه شي حاجة. بالعرق ديالو اسمح لي انا ويبناك لم تتفق نزوجه ونعرفت انا زوجة سبك هي قلت لي انا غدي تطلق منك وغدي تزوجه حكي شوفي تزوجك انت كيفاش وانا ما طلقته كيفاش غدي تزوجه انت بقاساك ترزق حاول اشرف انه غريغ باش يهضر اسمع رزق انا بغيسك تقولي الحقيقة بالطبط وذلك الساعات غنهتك المبلغ اللي بغيتي حقيقة فقط انا غنقل لك الحقيقة كاملة لسه اشرف على الكرسي كي يسمع لي انا ويومنا قبل العرز ديالة منهار كنت جيت عندها قاتلية غتتحاول ترى اي حاجة باش تطلقها وانا ما طلقتهاش اتبقتلك كان اشرف مدهول وكي يسمع دلها طلها دي كان نتابل ذاك الكمية ديال الاهداء اللي ممكن تسببها لي غريغ باش يتطلقها ولا يتفرق معها واشتبس الله اسبيه تلها دلحد هذا وارزق صدقني والله ما كنت اكتبه لك يومنا ركتنا اللحظة المناسبة باش تقتلك ويومنا عمرا ما قدي تتغير هي اللي كتبغي شي حاجة كديرها يا طبيعة هكا كرها جريئة بزاف وانا بغتشي حاجة وخمار كي يشوف فيه واش يصدقه ولا يصدق قلبه ونعد وقفها هكا كي يشوف فيه وش غتخليه يمشي كي يشوف فيه كي يشوف فيه كانت يومنا كالسة مع فريدة تحت دخل الأشرف متوجه الغرفة وبلا ما يلقى ليه محتدك السلام استغربات يومنا وحتى الأم ديالو ساعد الناس من فريدة وتمسيت غدا مورا ودخلاتك تلقى كبيدة في حواجه وشتحدها لأساس ساعون وحبسها كبيدة ديق لما تقرب ليه غير ساح انتي ونبدلها راسي يومنا بتي القائنية اسمحني البرح ناس تخليتك ما عرفت عن شعر تلتي قرب منها بس لها راسي لما تشغلي بالك لاحظات يومنا بحلم تغير جيسا تكاعل السفرش هكا وكا تشوف فيه وضغيا حاول أنه يناس لأنه منعش نهائيا سنتات يومنا هذا الريدو حاولت أنه تخليه ناساكا مرتاح بلما يدخل هكا الضوض وكا تشوف هذا أيام كانت أسوأ أيام على يومنا بالتحديد لأنه أشرف وكا يعمل بشكل غريب وقعد عليها وكا تغيرها وكا تغير بكا حاولت أنها تقدر معه تعرف ماذا كان ولكن لم يكن يعطيها الفرصة نهائيا وكا يقلس في غرفة أخرى قينات في غرفة أخرى بعيدة لها وكا نهار يومنا قارسة في غرفة ديارة وكاسبكي قد عرفة مالك لم يكن يجب الموضوع نهائيا وكا تغير بوعده ولكن كانت مصممة أنها عرفة ماهو حقيقة وماهو سير اللي يجب سمعت صوت اللوتو وكا تجريها هكا تطلب ومعرفته ومعرفته ولكن أشرف بسرعة تدخل الغرفة أخرى أرجعت البلاصة ورجعها وقتها كاسبكي كتر من ساها فجأة تقطع ذلك النور في البيلة كاملة لا تخيفها بوحدها في البيت لم أعرفت شنو اللي خلطته كي يأخذها هكا هكا تسندت على الحيد قعد بشوية بشوية على الحيد توصلت لغرفة دي الأشرف كتفيقه أشرف أشرف فاق مبقى شده خايفة فاق أشرف بجمود بتخافيش أجي شوية وغد يرجع تكاتح ذلك كتحاول أنها تحضنه مش تحسب ذلك الأمان السنينة تكاتح ذلك وتحسب ذلك لها تحضنها ويجب أن تصدفتتت فاق كذبك فاق كذبك كانت تصمت وتكترة البكاء ناسا تحصول أن تحصل على أمسك لما هي ناسا ويجب أن تدفني ويجب أن تشارف قوم نهاية جديدة اشرف نازل تحت سوف يخبروا بأن محمود جاء لديه بكرة تسنافيل تحت في الصالون اهلان محمود اهلان اريدك شيئ مهم اشرف كيس مالي احتاج لديه محمود و احد الحاقبة صغيرة اعطيها لديه الفلوس الذي اخذ منه مقابل زواجه بيومنا اخذ الفلوس محمود اخذ الفلوس التي اخذتها لديك مقابل زواجك بيومنا يباني بالله جاء الوقت كل شيء يجب انت معي اختي و هم فلوسك لديك تاكي يشوف فيه سنتك الحاقبة الصغيرة الناد وقف بلا فلوسة محمود سنت معك يومنا بلا فلوس محمود تاكي يشوف ليس مشكلة ولكن اخذ فلوسك شكرا لك بثاف خلاه اشرف و اخرج الغرفة حين توجه محمود شب حلاته من هذا اليوم بروتين و الموميل كعادي حساس يومنا ان السبر سوف يبدأ ينفيد 10 شهر اكثر على المقاطعة اشرف لها قرص ان اتظر معه تقوله الحقيقة كاملة اما يسمحه ولا يطلقه ولا يكون مهم تريح الدعمار قلت سنته في الليل لا امل انه من يجي سافي ستصارح بكل شيء و احفظ انه قلت خمتان في المكساب قلت سمكة حين انه خارج نحن قلت ساتي و اشرف 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 نعم اما انه ستصارح يدعي ستصارح انه مزروب احساس كيف تزيل احفظ انه تفهم احفظ انه ستصارح لا أريد أن أحمليه لماذا سأحمل؟ سأرجع يا أخي سأرجع لماذا سأحمل؟ لأنني أريد زوجي بالإنسان الذي أريده أريد أن أريد أن ينضيها ولكن يومنا شدت لي بيدي أنا أريد أن أشرب أول مرة كنت ندي برطريقة هذه قفات قدامه شد بيدي وضمها على ناس لي سأقول لك شيء وذلك ساعة قررت ماذا سأفعل؟ أنا متأكد أن القرار الذي ستأخذه أنا أعكفي على الأسف أشرف حاولت أن أشارك أن أقلق جميع مرات هذه الشيحة تتوشيني بالغصب أنا حاولت أن أقول والله ما قدرت أعرف أنك لا تستطيع ولكن أنت الشخص الوحيد الذي حسيت أنه بالحب صادق بدون أن يكون بغير من شيء كان أشرف كي سمالي وضوع نازلين بين علامة لمحة الصدق وبالرغم من ذلك الحظ أنه فرحة أنها أشعر بالحقيقة من شدة الأعصابة اليوم أشعر بشكل جميع كم ترسمتها الصباح والضغطات مؤخرا جاهزة وحد دوخة كم ترسمتها يدور يلا ترسمتها أشعر أن هذا أشرف حبيبة مالك كم ترسمتها على وجهه أنا حاملة أشعر بالدهول من هذا الشيس لم أصدق أشنقات لي لم أسمتك أي يومنا جيد ماذا قلت؟ أشعر بشكل جميع كم أسمتي أشعر بشكل جميع أشعر بشكل جميع قلت بحاجة لدي كم أشعر بشكل جميع ودهب مباشرة لغيفته حتى فوق السلل وما زال في حالة الصدمة وخاة أنها لم ترسمتها ومزهر عليه بمغاشطة يرسمت فيها مقامة كم أشعر بشكل جميع يتبقي أن تخرج من الفلو وجاءهم كم ترسمتها لأشعر بشكل جيد ومسيق سوف نكون أب سوف نقول لديه واليد صغير منك سوف يجعلني أشرف سوف يرى سوف يحاولي مسحتك الضوء للنزل لا تستطيع لأنني أريد أن أضل معك من جديد سوف تختاري سوف تختار الإنسان سوف أتركك كانت يومنا حيث صباح اخذت نفسها عامية وكذبت الغضب وغصة أشرف عن نقني هذا هو يقرب لعباس أنا قلت لك عن نقني ليس هذا يومنا سوف نأتي بالطباب ويجب أن أأتي بالطباب لكي لا تتعود لك سوف نتعود لكي أخير سوف ينسي سوف ينسي كان هذا هذا النهار في اليوم التالي كان أشرف يجب أن يذهب إلى الشاري كان سليم بعد أن أدخلت يومنا بالحقيقة كان شريف تفاجأ سليم في وجوده تفضل أشرف نورتنا قلصة دارج الفقرجل شعلا سيجارته تفخد دخانه تجاهه برافو سليم كنت أظنك أتكامل هكذا بلح سليم ريقه صعوبة كيف تقصده أشرف كيف تفضل أشرف كيف تفضل أشرف بسخري يعني تستخدم مراتي في أنك تقصني تسعرض عليها الفلوس من الفوق ما أنك لو فكرت تغير شوية ستجد أن عمرا لا تقصد هذا الشيء خصوصا أنه لا تحتاج لفلوسك والمرة الثانية كتصفت لي ماذا لا يحاول يقتلوني أنا ويها هذا كله لن تتخلص مني حسانية أغاف عليك سليم نضع أشرف من البلسة يعرف إنك هالس كيف تشارلي بسبب سبس حذير ولكن الرحمة للوالد يعني لنجدك تنسى تكره النهار الذي تولي تشفيه يلا تسمع علي خارج حتى وقفه سليم أنا لم يكن لديه أشرف أربع أشرف رفح واجبه واخه نحن نرى سليم داست ثلت شهر شهر أشرف قدر يومنا الطبيب يشعر في الجنس الجانين عندما ظهر الحمل و العلامات يومنا أكثر خاصة أن البنية صغيرة وضعيفة بالسعر ندخلون غرفة الفحص خبرهم الطبيب بالحامل في توأم شريف أشرف لم يكن بصدق توأم يعني بالنسبة لي شيء لفوق الخيل لن تخيلها مبروك عليك غالبان سيكون زوج بنات أشرف أي حاجة المهم أنهم منها شاهدت فيه يومنا هي كاتبة تاسم طبيب تقدري تفضلي قلني ماذا يومنا كانت تاكل مزيان أه كانت تاكل مزيان طبيب ممكن تزدي تاكل شوية أكثر وتحاول تتاكل الفواهي كيها أكثر والخضر خصك فيتامينات أكثر أشرف داكو كون مهني أشرف أشرف لها أشرف أشرف أنا أريد أن تمشي أنا أنا أريد أن تمشي أشرف هذه المشاكسة الصغيرة التي قمت أشرف بالحزن بحل أنه قدعني لديك الأعمال ديالها هدمني لديك الطفولة ديالها ولدك المراهقة ديالها بحل قطفتي زهرة من شب ديال الشباب ديالها قبل الوقت كملت يومنا ومتا أشرف عمت لي عمرك تمشيت هنا يا مش حل مرة أفاق أشرف من الشروط دياله عمرك تمشيت خيني كنت مزوج بحد المرة ولكن كانت خينة كانتني مع مع العشق ديالها صاحبي ديالها أمي لم يكن كنت أشرف هكذا الحمد لله أنك تنسي منها الحمد لله ما زالك أشبغيها لا لا هذه صفحات قطعات من حياتي ساسمات يومنا وشددت هكذا ديالها قلت أن يتمشوا هكذا حتى هي ومع ذلك وصلوا إلى الفيلا وطلع هكذا لن يميد هالغرفة حتى على الفراش ديالها ديالها سمحيني يا يومنا لم يكن لك أب كيف لم يكن حرمتك من حياة ومن شخص لك سأعجي معه ولكن الذي سأطلب منك عفوك لا تحرميني من أولادي مهوني من أولادي ومن ثم يمن ثم سأطلب منها سأطلب منه أشرف أنا أريد أن كان هذه الكلمة لها طعم تالف أشرف حسنت يومنا بحلة سأجعني وأن تحسو بالله فعلا كنت أريد أن أصدق أن يرى مستغرب كيف يحقق فيها بحلة كنت تتلعني كنت ترى عينها و تتأكد لها فعلا هذا الوقت فقط يومنا تجد عصب وحده في البيت ناضط و تقلب على الشرف و لم يكن في الغرفة و نزلت و تجد غاز في الحديقة قمت بتجد عصب قليلا بعد أن أطلقها لقد أدعني بحبها و كانت فرحانة لقد قلت صحيحها و لم أكن لدينا هذه الأرجحة أول مرة أردت لها البال كانت أشرف كنت تأملها فقط و ساكت يومنا ترى فيها و قاسة قريبة لها و تلعب له في شعره و لماذا فقط؟ لا أبقى الحال و تكوني ناسة دابا و لكن تقرب منه و لم أعرفت شىء حسيت برتي بحدي و برسطة متوترة أشرف كنت يرى فيها و تبغيني قربت يومنا بنا و اتني بساف بساف قربت يدي و دارت على كرشة هذا قدروا يقولون لك ماذا كان يريدك بساسم أشرف كانت تسمنى أن أجعلك أي شيء في الدنيا اللي طلبتها اللي طلبي قربت يومنا و احد الفخيزة كانت بحطة هكا و دارتها لي فم و هي كتفكر قدرت تطير اي حاجة اي حاجة طلبوا يشوفي قربت مرة أخرى بنا و اتني بغيت كديما تكون معي عمرك تخليني و دكا يبتت اسم و اخذيها و باسا قربت أشرف بعد ما تقلع بالله لقد يمشي شف الأم دياله و يرجع عندها حين كانت تفارح كنت تتبع كل هاتش من الشرفة دياله تشعر بالغير على الأشرف من المعاملة دياله اليوم نا و داك الحمل دياله و تفارح اخذي احد الكاز العاصر قدس و خصيصا بشتعطي اليوم لأساس رفيه فيتامينات و مزيلي لها الحمل دياله يلا اقفت حد الباب و تبقيت واحد القطرات تقاطر بغيت ديال الاجهات خرج هاتو من جيب دياله يلا اديره في العاصر تتفاجأ بو حد اليد اللي توضعت علي يديها ادفعت لها داك الكاز العاصر اشرف اخذ ديك القطره هاك من يديها و يمصدوه و ما كتحاول تبلع ذلك الرق دياله ذكي قرفيها كي يجري الدم و معده اضرار بزاف يعني يقدر يتسبب لها في الاشهات بتأكيد يلا شرباته اعرف اشنا كاتبه احسب اللي حافية شعرت فيها يبدو بحل احصار ليه وشي على وشك سادمير كل الاشي قدامه شلت هكا من شعره يزيير عليها بعنف و غد يجارها للغرفة ديال الراجل ها اللي تفاجأ خاليد بالوجود يلا و اندفعه هكا بذلك شكل وذلك الليد دياله اللي شد بها شعر ديال فرح خاليد شكينا اشرفه ماك شدت فرحه كده فرحك انت تحاول انها تخلص من يده ندفع لنفسه وهو كيزيد كيزيير ليه على شعره كتر و مراتك اذا ما عرفتش تربيه انا ربيه لك خاليد شكي تقول اشرف يلا بغي يكمل هدره دياله ولكن قاطعه اشرف نبره تتحذير شدها كانت فعالي قنته مرجيه الى الارض اعفك اه خاليد ما بغيش بقيت نشوفها قنته ما عرف شنو غد نقدر نديل اشتمر اخر قنته شافتها اشرف من هدرات ساخيره و خرج و دافع ورع ارجع اشرف الغرفة دياله ولكن المزاج دياله تعكر تماما حتى كنت تجدها يومنا داخل العب ديك الحالة يسمن ورها بغت عنقو مالك اشرف يلا خليصك مزيان شديد دي هكا بغير حبيبه بخير شوفي ان شاء الله سوف ننشوف في الاباق دمو اذا اشرفتها لقد اخترتها لقد اخترتها اشرفتها لقد اخترتها وعندوها اشرف لقد اخترتها و تجدها ماما فاردة و تجدها بحب و خوف و لهفة ولكن ما انتقش بغير يقولها لان تبرزها و يخلعها و تغطرها و مع السماء سيوخته كان عنده بعد اشهر و حد السفر يدرور يخصوا يسافرها قرر انه مصافي سينتقلوا الشقة و سينتقلوا فيها و سينتقلوا فيها و حد المدى و سمكينت تولف الناس بقابوا حدها لكي يحميها بسرعة تدوز الأيام تدوز الأشهر و العلقة لهم حدها تحسن و الحمد لها فتقدم مبقاش لابس السفر للولادة و هو محدو و فرحها مثلها و وصلت الوقت اللي يخصوا يسافر كان تقريبا عنده أسبوع كان يتمنى انه يسرع ذلك الأسبوع يخليه يومين اقل من أسبوع كانت عيانة و لازمتقلة باغيت ناس خصافين تحت راسة و ذلك الشيء اللي كان خلال الغرفة ترتاح نهار جديد كانت وحد المنت ستخرج من السجن سبسانيهما كان يتمنى واحد من الأقارب ما خرجت هكا عن القاتو و كيهن أفرحال من الخروج تيالا مبسيقاش أني يخرج سامير الحمد لله يلا بينا ركبات نعمة في اللعطة احدا سامير توجهي للدار كانت نشوف المباني والعمارات والتطورات جدد كانت تسنجق لها و النقي ولكن هذا الشيء من استهلت تارديها سامير كيف يدير نعمة ان شاء الله عندي شيء فلوس و أني نخدمهم شوية و سيبدأ من جديد ولكن ضروري يخصي نفد دكشي لفراسي و أنت اللي ستعاوني سامير بطبيعة الحال أنا ما كفى أي حاجة غديرها أنا مناسيش دكشي لو قالي أنا بغن اليوم أولا غدى على الأكثر جيب لي الأخبار دي على أشرف كلها تفقنا؟ سامير وعليه بعد ما مشى كل من أشرف و يومنا الشقة الخاصة قد يومنا كتشوف فيها أجباتها كانت غزالة مفرشة جيدة كل شي فيها أصلي على أنت أخذها نعمة ما حال غزالة كل شيء يجبني فيها كل شيء الألوال الأتات كل شيء غبزة أشرف و بيت نعسك تخلو مجرش بيوم لبيت نعسك و مصدقاش كل شيء فيه غزال الألوال اللي كاسبغي واو يحمق كانت سمينه لم يكن عيش هنا ديما أنا أحسن من الفيلا الفيلا باردة و مشكلة أنا أحسن قرب منها أشرف هم أنت مزيانة مزيانة الحمد لله فرحانة أشرف حسر أني قدرت شيئا جزوية في حياتي بشرب بيت أكلية جزانية بي أعطني الله واحدة نعمة لا تقدرها داكي يشوف نظراته العاشقة هزدق دياله بطرف سبابة انت رأيين نعمل لكينا في حياتي نعمل لكي اسمنا أي واحد اللي بنوثة ديالي بنوطك كيف احسن بنوثكو أنا المادام مهما كنتي أتوقي بنوتي أخي سيدي خرج تعاليني بطل والوود و اتقال التفتتيجة سوف تدري شارك المكالمة ليش ملا فرحاة في أوضع يجب التفتتيجة أريد ان تطير في طريقة طريقة كل الناس يقال في حياة و افتتيجة و سوف تريدها هنا و سأخذها و بقصيرها سوف يخذتها و إجعلها من اجعلها أشرف طفل الغرفة في التى انه يجري حولها اضعه و اضعه و اي قسيه اي قسيه لا تحتداب على وقفه على كرسي امتحام لا اي طليا نجب لك شنوبا اذا تكون حواج اللي بغاية تحطم لها كانت يومنا كتبغي يوم مع اليوم اكثر و اكثر اكثر يومني كتشفتك الخوف ديالو عليها فعيني بحل يشيح المزوين و خايفة عندها اسفق فيه صباح صباح الجديد فاقت يومنا هكا مبسطقاش راسق في زاد نفطات هكا مبلاسة من الفازا و هي كانت تنطق بالاسم ديالو اشرف كي يشوف حبيبه مالك ما عرفتش قلبي ممطم مني كتخيفة تسافر من ما نشوفه ولا نسلم عليك لا لا والله الى فعلا كتناوين ديالا مكتبعين فيقك ياك مخفتيش نتقلق عليك دعك اي الله دعك اي وجد راسه شاب في الساعة قرر من الوقت خصوه يمشي عن نقاها اكا بشي الدوشة ما بغتوش يمشي مكرهاتوش يبقى مع و رضي الباله راسق سمعت هيني و لا تسعطل قليلا سيضغيه و اخي اضطي الباله راسق سمعت سيد امرأة غير تحصير و ركيين لخطامة قليلا سيضع لك من الوصول يتحل لك على ايضا حاجة احسن مكتب بعد ماذا تكونوا في مرأة لا تستطيع ان تخيل انه سيغبر عليها يومين والاسم الفعب الساف عن نقاس جديد أتحاول أن تحتمي فيه وتعطى الشانية ورد لبراسك وخايون أشرف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله هذا النهار كان سامير جل ما زيج ياله لكي يبالغ نعمه بأن أشرف سافر على قبل الخدمة نعمه قلت ليد زوجك فعلا مرسه كينام 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 في الفيلا قال سفل بقض المعطي ياله لقدت نعمه كتفكر قررت أنها تبالها لعندها يالها معي ووجدت نعمه نفسها ووجهات الدار ذياله لباقدامه كتلقى كين واحد للغارد بماكينة كي حاضيها كيف ما طلب منه وهذه كي يخدمتون لكي يديرها كي يديرها ستدخل عندها محاضينة بهذه الطريقة قررت أنها تبلغم بأنها وحدة من أائلتها الأقارب دياله مش دخلت شوفها وصدقها فعلا ومفعل دخلت عندي يومنا كانت نعمة كتشوف فيها من الفوق قلت تحت كانت فحصها يومنا بدأ أهلا تفضلي قلتت نعمة قابلة مع أنت هي مرض أشرف يومنا آهلا شكنت يا نعمة بحل بدأت تقلب على شي حاجة تتهرب من ذلك السؤال مش مهم بين أنك حاملة ياك يومنا آه ممكن نعافك شي كاس القهوة إلا سمحتي يومنا الصغربات واخا يحسب لا شي بحده اللي كتعرف أشرف ولا من عائلتهم الحدثة يا كتسنا تقول له هي شكن وطلبت يومنا من الخادم أنهم يقضلوا القهوة نعمة شوفي ممكننا ندخلوا لداخل ونهضروا لأن هناك موضوع مهم أريد أن نهضر معك فيه أريد أن أرى أحد يسمع فعلا دكشي اللي كانت دخلت لي ويها الصالون يلا بغت يومنا تقلس حتى كاسح سبيد نعمة وحيدا يومنا نعمة تحاول أن تتكسمنا نفسها عائلت يومنا تقاوموا لكن نعمة كانت أقرب منها بكثير وهي زي دلال حمالة وطوفة وتقطع فان نفس كنت تتخنق فيها وكنت تهدد فيها هذه الخالي فرحنا به انا سوف نحنيكم و بعض اياسكم و سجبيكم سوف نضوقك من ذلك الشي اللي تخصو ولو انك مادش تلاحقي حس غض سوف نقول لك ما زالت يومنا كتحاول ولكن نعمة كتكسن انفاسها كتر و كتر حساط احساكك من انتها بغيبة شافت فان نعمة و يمر سابكة كتشوف فيها كيفاش سيسهرب ما يعني سيسهرب تسمعت صوت ديال درقات بالباب فتحات الخاديمة كتلقى يومنا هاي كيك طيحة للارض و قاسم من هذيك القهوة اللي فيه دوغو سيسه و حاولت انا سهرب لما يشداش حد كانوا الحارس تشغلوا بيومنا و حسن الخاديمة ووقفت نعمة تاكسي كترجف كتراد من الخوف من ذاك شلي دارت لما عندي يومنا طلبت الخاديمة الإسعاب على الفور و ادوها بصيارة الإسعاب داين العجية السنفوس حتى وصلوها للمشفى ثم كينا عرفاء محمود على الفور ثم كينا نحن خارج من العناية اختي 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 مزيانة مزيانة دكتور طبيب ربط على كتفو ان شاء الله ستكون مزيانة و اذا ما فوقت في الساعات الماجهة سنتطروا نولده قبل الوقت كان شاء شاء اشرف كي حاولي يتصل بيومنا كثر من مرة و لكن ما امي الموجيب عيلا تتصل بالحارس الخاص به مجرد ان اجواب و احد فيه حسب ان اغوز اشرف ماذا كنت يومنا؟ لماذا كنت تجاوبني؟ ماذا كنت يومنا في المستشفى؟ الحارس يومنا في المستشفى؟ ماذا قال هالي؟ عندما تلقى الضربة دي القلب وكانت سعيد ما قدرش يستوعب؟ ماذا قال؟ كيف أشمل المستشفى؟ ماذا تطاري لها؟ لأقل ديالة توقف على العمل فقط تبقى هاكا مدهول كي يحاول أن يفهم ماذا قال؟ هنا مستشفى؟ خبروا الحارس هنا مستشفى كنا لا تستطيع أن يتحمل أكثر بسرعة أجزة طائرة لكي ترجع في أسرع وقت ممكن لذلك ساعات وصل الأشراف إلى المستشفى وسمى محمود واقف قدمنا هنا لأنه يجريل عنده ماذا هو واقع؟ ماذا قال له؟ محمود يشوفه لا أعرف ماذا تصلص بي المستشفى الذي قلت له ذلك الوقت الذي كان يحضر خرجنا يومنا موجهين في غرفة العمليات بشيها كي يولدوها شد أشرفي ديها كانت فاقدة لو عاديك ساعات حاولت الممرضة أننات منه باش مدخلش لغرفة العمليات طب هيب عافك إلا سمحتي إلا كانت عزيز عليك خلينا ننقضوها أشرف كيفاش غدي تولدها بقبل الوقت؟ شنو اللي وقع؟ أعود أشرف كي شوف هذه الخادمة اللي كانت واقفة مشال عندها شنو اللي وقع؟ كانت واقفة متسطرة خايفة منه قلت أنها في المطبخ قلت مني أحضر القهوة لأسيدة تزورها كمداميونة ودخلوا بزج بهم الصالة ونقلسوا ونأخذ القهوة كمداميونة طيحة وذلك المرة كانت معها ساعات سوف يشوف ماذا كانت هذه المرة كيف كانت تدخلوا لحرس واقفين؟ ماذا فرح؟ لا لا لم أعرفت ماذا فرح لا واحدة أخرى محمود كان كيس ماذا فرح لن أعرف ماذا فرح أرجع أشرف للشقة وفتح الكاميرات التي كانت تدخلهم كنت تدخل الشقة التي كانت تدخل مخفين لا أعرف ماذا فرح وكانت صدمة وماذا فرح ماذا فرح طريقه أقصد على القمضة هذه حرام أرجع أشرف بصرها أرجع للمستشفى كانت تدخل أرجع أشرف للمستشفى كانت يوم فعلا ولدها ولدت جوج بنيتات ودك ساعد طمنا الطبيب بلرها واسم محلوب أنه يزورها دخل عندها أشرف الغرفة كي يلقى أنا يحسن قرب بس هاجبينها لا تكتفقها كمساسمات ويها تعوبة أشرف ويهادت 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 حبيبت أشرف كي يرى بزيانة ومات يومنا براسة الحمد لله أنا ولدت تاسمنا ولدتي ولتي أم بده دموعة ينزل وقرب منها أشرف كي يمسحلها دموعة لماذا يتبع بها فكرة سيقنا يومنا ذاك الشيلي وقام ذاك سير مني أنا ولكن عمري لا أعود أن أترك بوحتك آخر مرة لاحظت يومنا أنه بحلا يبكي كي حاولي يخفضو كنتموه ديانو داتي الدالة وشو كاسبك يا أشرف كنت خيل كون كنت فقدتك شنو كن كاي بغي وقالي قتل بس منه أني قلت حدها أنه يحضنها هاكا حاولت أنها تحسب ذاك الأمان اللي فتقتها سوف العياب ديانو وكي ربت على ظهرها حل الشيكات كوتغية ورشاد تحتها متخاف شاني أنا عمري ما نخليك حسا أنا كان بغيك مزاف حسا أنا مش أشرف اللي عند المونيس أعطاهم تسجيل ديالفيديو في محاولة ديالقتلي يومنا وعلمهم بأن نعمة وعندها ميلف باعتبارها مش أول مرة قديرها من السهل عليهم أنهم يلقاوها ويستدعوها مرة خلا ما بغاش يطورها كاو يتصرر في استقدير شي حاجة اللي ماشي هي كخلى الأمر الشرطة ورجع في حالاته خرجات يومنا والتفلات عين بزوج بهم كان أشرف وجد الأسبوع ديالالبنات بزوج بهم سماهم فريدة وأسماء كان حفل كبير زميد أدعى فيه شخصيات مهمة وكانوا كي تسنوا إمتى تخرج يومنا وفعلا مني خرجات مشت مباشرة لعند حماسها بس لحيتها فريدة والله يخليهم لك يا ابنتي والله يخليك ليهم والله يخليكم بابا هاربي يخليك ماما خرجك تشوف يومنا هكا فخوها قربت لي عنكا هالاسلام سكخسي مبروك عليكم مبروك علينا كاملة أخويا أحسن حاجة وقعد لي في حياسي عنك زوجين الأشرف أشرف تم جاي من وراها عنكا سمعتك مد محمود يديها رسالة من الأشرف أنا السفة سي أشرف سمح ليها سمح لي لأي حاجة مقاس مني لو لا هتزوج هذا ما كنش غدي نتغير أشرف ماشي مشكل يلا أجي فهر الأسبوع سيبدأ دعس أيام وراي نهار ورا نهار حتى دعس الشهر يومنا قاسة تردها في البنيات يجيه الناس يغلبها تحاولها تقمت يقضى تدخل أشرف الغرفة تحاول أنها تنعاس موال وتلقى صعوبة تنعاس وحتى تسفق لها الأخرى ومع موالتك نعصم سوف تتغير تحاول ونعصم وكذلك لا أعلم أن أخبرك هناك تحاول أن أخبرك قد سبقوا هكذا كمقاتلين معا بقى كيشوفهم انا جدانين شي زواج ولا شي أولاد قد كتشوفيه يومنا ياك قاك هكبقوا مقاتلين معا محسن ناسهم ما جوا فيني ناسهم هكا احدهم ستلفت اليومنا كيلقى ناسا قاكيشوفها قد ضف بلاسها غطاها وغطا الملات ورجع تسكفل كناب باحدها وكيشوفها سبع الاخير يا أغلب الحياتي اشتركوا في القناة